القوة الجوية رغم الظروف كابتن صادق لكن يسير بالاتجاه الصحيح اليوم شوف الفريق القوة الجوية اعتبر حمادي الى اليد الكبرى بهذا الموضوع المشاكل اللي صارت على القوة الجوية حقيقة ما مر على اي نادي على اي فريق اليوم قيادة حمادي داخل الفريق هاي من اهم نقاط نجاح الفريق حقيقة اعتبر هالين دائما ينطل عزم ودائما يصبر ودائما يحل المشاكل خايت تتحكي عن تجربة من كل مدرب مساعد وشفت اي طبعا شفت قيادة للفريق شفت شون يحلل اي مشكلة هو تلقى اول واحد يصدلها ويحلها اذا كانت بين الجماهير حتى اذا كانت بين الروابط زين يعني انت تعرف القوة الجوية ثلاث فئات او ثلاث اربعة التراث ومجانين ورابطة وجمهور الحالة قاعد فهاي مشاكل كثيرة دائما نشوف حمادي هو اللي يكون بالواجهة اذا كانت مشاكل بين اللاعبين والادارة زين هذا على مستوى حل المشاكل والقيادة المستوى الفني داخل الملعب يعني صراحة لحد الان ما ظهر القوة الجوية بالمستوى المعهود اللي نطمح نشوف القوة الجوية بها رغم اللاعبين لكن هناك اصابات هناك مشاكل قلت لك المشاكل تأثر على اللاعبين تأثر على كل مجريات الفريق طبعا حتى تركيز الجهاز الفني قد يلسيه بالخلافات مشاكل كثيرة داخل الفريق صارت يعني الله يكون بعون الكادر التدريبي لكن هالي المباراة اطتت في دعم وقوة للفريق انه فريق يملك شخصية وقادر على منافسة على اللقب وعلى احراز اللقب تعادل الشرطة اليوم اعطى فرصة للجوية ان ينفرد بالصدارة امام نوروس كابتن يوم غد اكيد طبعا اذا الجوية ام غد يعني اذا فاز رح يصدر لا تنسى اشوف يعني واحدة من المباريات انه هو كابتن قحطان قدم استقالة يعني صارت مشاكل بالقوة الجوية لكن اكو 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 كادر تدريبي رجع اعرف كيف يقود الفريق واكو لاعبين مثل ما قال كابتن صادق لاعبين بالقوة الجوية يعرفون شون يقودون الفريق لاعبين كبار بالفريق اعرفوا شون يرجع الفريق الى وضع الطبيعي رغم المشاكل اللي صارت وهذا تحسب لهم اللاعبين وهذا الموضوع ما عدكم بالزوراء لاعبين يقودون بهذه الطريقة؟ او انتوا بالعكس احنا عدنا لعبين يقودون بس قلت لك احنا شوية مشكلتنا فنية اتطرق الموضوع كلش مهم انه انت بالزوراء تتقدم وتتهداف اشتركوا في القناة